الحديث وفق الإعلام العراقي إغلاق مطار السليمنية لأسباب أمنية وأيضاً توقف الرحلات في مطار أربيل أيضاً بسبب وجود طائرة مسيرة في سماء المطار مراسل العربية كانت تحدث ونقل لنا المعلومات بأن توقف الرحلات في مطار أربيل منذ ثلاث ساعات بسبب إجراء أمني لم يعلن عنه وأن إغلاق مطار السليمنية جاء لأسباب أمنية إذن توقف الرحلات في مطاري أربيل والسليمانية لأسباب أمنية والإعلام العراقية تحدث في هذا الخصوص عن رص طائرات مسيرة مجهولة وراء توقف الرحلات في مطاري أربيل والسليمانية على كل حال معنا أحمد الحمداني مراسل عربية أحمد مرحبا بك معنا لتعطينا المزيد من التفاصيل ما الذي يجري في مطاري أربيل والسليمانية المؤكد أن المطارين قد أغلقت بقرار طبعا من إدارات المطار إدارتين المطار وتوقفت الرحلات كان قبل أكثر من ساعتين استردنا أنباء أن هناك خلل أو شيئا أمني ما إجراء أمني ما لم توضح السلطات الطيران أو سلطات أربيل والسليمانية لحد الآن لم تعطي أي توضيحات ونتوقع أن يصدر بيان من سلطة الطيران هنا في إقليم كردستان لكن المتوقع أن كان هناك حديث عن طائرات مسيرة بأجواء كردستان أو فوق مطار أربيل أو السليمانية يعني الحديث عن الطائرات المسيرة أحمد لم يتم تأكيده رسميا هذا فقط ما يتم تداوله لم يتم تأكيده حتى الآن أها تماما لكن المؤكد أن هناك كان هناك تعرض لمطار السليمانية اليوم ولكن أيضا نحتاج إلى تأكيدات بالتالي فإن مثل هكذا أمور عادة يكون القرار في توقيف المطارات وتوقيف المطارات إلا أن يكون هناك أشياء أو شيء خارج إرادة السلطات الأمنية في إقليم كردستان بمعنى أن يكون هناك تهديد أمني على المطارات من قبل مسيرات أو ما إلى ذلك بالتالي ننتظر قليلا حتى نتأكد وتتضح الصورة من قبل الأمن الكردي الذي سيوضح للرأي العام كوننا نحن حاولنا الاتصال بمتراء المطارات لكن لم نحصل على توضيح حتى الآن ربما نحصل على توضيح في الدقائق القادمة كون أن الأمر يبدو أن هناك إجراء أمني كبير يتخذ الآن وريث ما يزال الخطر الأمني حتى يتم التوضيح من قبل سلطات الأمنية في إقليم كردستان هل اتضحت المعلومات مثلا إلى متى سيتم توقيف عمل المطار أو المطارين بالتحديد أربيل والسليمنية هل من ساعة محددة؟ حتى الآن لم تتذه الصورة ولم يكن هناك أي توضيح كان هناك سفر بصورة طبيعية قبل أكثر من ثلاث ساعات وكنت في مطار أربيل واستقبل استقبال أحد الضيوف وبالتالي لم يكن هناك أي شيء لكن بعدها على ما يبدو كان هناك قرار بما أن حل المساء بالتحديد ما أن حل المساء حتى كان هناك قرارات بإيقاف الرحلات وأيضا بإنتظار بيان من قبل الأمن الكردي حقيقة لازمنا ننتظر ونترقب ما الذي يجري ولكن كل المعطيات تقول أن هناك مسيرة كانت تحلق على كل حال أحمد وأنت تحدثنا نتابع معك هذه الصور يعني هذه الصور قبل قليل طبعا وهي خاصة للعربية سماء أربيل وطبعا بعد الحديث والإعلان عن توقف الرحلات في مطاري أربيل والسليمانية لأسباب أمنية نتابع معكم هذه الصور هي قبل قليل لسماء أربيل بالتحديد بعد الإعلان عن توقف الرحلات في مطاري أربيل والسليمانية الإعلام العراقي يتحدث عن رص طائرة مسيرة مجهولة وراء توقف الرحلات في مطاري أربيل والسليمنية لكن حتى الآن لا يوجد تعليق رسمي أو خبر رسمي سواء بالتأكيد أو بالنفي حول هذا القرار المتعلق برص طائرة مسيرة في مطاري أربيل والسليمنية وطبعا هذه الصور لا تظهر أي مسيرات هي صور طبيعية كما نشاهد لسماء المدينة في كردستان وأيضا الأمور على ما تبدو أمور طبيعية كأي ليلة من الليالي في كردستان أو حتى في أربيل هذه هي المشاهد التي وردتنا قبل قليل ولكن الأنباء حتى هذه الساعة كانت تتحدث عن رصد لطائرة مسيرة في المطار إلى أن مراسل عربية أحمد الحمداني وفي هذه المداخلة وهو ما زال على الهواء معنا مباشرة يتحدث بأنه تم تأكيد وقف الرحلات في مطاري أربيل والسليمانية ولا بيان رسميا حتى هذه الساعة كما قال أحمد الحمداني إلى أن الرحلات كانت توقفت في مطاري أربيل والسليمانية لأسباب أمنية لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات